فهتلاقي إنه الفرق فعلاً بقيت العناصر دي والعناصر اللي في أهلي وزمالك وبرامنز آه أهلي وزمالك وبرامنز أسماء بس لأ موادول زيهم ورايبين منهم جداً في المستوى فعالة المستويات متقربة جداً في الدولة فعلاً وده اللي بيدي فرصة شوية للمديرين الفنيين أنه يتجرق شوية وبيبالي طريقة لعب برضه قدام اللي عنده لأهلي وزمالك هو ما فيش حد قدام اللي عنده لأهلي وزمالك بيلعب فاتح برضه بيعمل تكاتل دفاع شوية وبيلعب على المرتدات لأنه عنده عناصر يعني أغلب الأسماء اللي أنت قلتها كلها في خط الهجوم وخط الوصف صحيح فهتلاقي العناصر قوية شوية في الخطين دول فممكن يعمل مرتدات قوية فتلاقي الدنيا يعني أسهل صحيح طيب أخذك لي الزمالك ونبقى نختم بالإسماعيلي طبعاً لازم أنت معنا نتكلم عن الإسماعيلي الزمالك مبارح وصارة تانية على التوالي تحسوا أنه هو ماشي والأهلي عماليين يقرروا يفكونوا نقاط إتناabbى تالتة برامت زمعاههم يفقى النقاط فهتحس أنه التلاتة المنفسة بينهم قوية جداً بس التلاتة المنفسة بينهم قوية عشان عمالين يخسروا نقاط مش عشان حد فارق بالنقاط بس إذا بالك إمبارح 1963 الأداء مش حلو يقول去了 مثلاً أنه آلاة من خصص المباراتين دول بسوق حظ مثلاً أو بأخطاء تحكمية لأ الزمالك في المباراتين كان يصلح بك الخسارة سواء أمبيا أو طلع الجيش تتفق نادي الزمالك بيفتقد دلوقت الترابط شوية في الملعب يعني بين اللعيبة تحس إن ما فيش ترابط تحس إن اللعيبة كلها عايزة هي اللي تجيب الجوان مش ما فيش انسجام بالمعنى المفهوم يعني ما تلاقيش فيه حلقة وصل بين خط الوصل بتاع نادي الزمالك وخط الظهر لإن أغلب الكوار الطولية دلوقت عنادي الزمالك خطر جدا وأغلبها انفردات نفس الكلام ما فيش حلقة وصل بين خط الوسط وخط الهجوم إن خط الوسط الهجومي اللي في نادي الزمالك مثلا شوفنا مبارح إمام عشور على طول متطرف برا وعايز هو اللي يعمل الجون أو يجيب الجون شعب التالي كانت بتترد ما كانش في غير قاشرة فروق أفوسط الملعب وكان بقاله فترة برضو بعيد عن الماتشات فأنا كانت وصل الملعب برضو في نادي الزمالك كان مفتقد الموضوع نادي الزمالك مبارح وقبل كده الترابط بين اللعيبة وبعض مش موجود بس في مشكلة في الزمالك أكيد أنت بقى تلاحظها كمدافع كبير يعني في مشكلة في خط الدفاع في مصر كلها في مصر كلها؟ أه طبعا في مصر كلها في مشكلة في خط الدفاع مش كإمكانيات لعيبة فردية لكن كمجموعة كتمركزات دفاعية لكل فرق عندنا مشكلة كبيرة جدا في التمركزات الدفاعية كبيرة جدا وحاجات سهلة حاجات الكورة الطولية دي المفروض دي أسهل كورة الدفاع وده كان واضح كمان النهاردة في الأهلي مش النهاردة بس في مباريات كثيرة أنه الأهلي في مشكلة في التمركزات الدفاعية كل فرق الدوري بلا استثناء ممكن تكون درجات مختلفة عن بعض لكن كلهم بلا استثناء عندهم أخطاء دفاعية في التمركزات الدفاعية وقفة المدافعين أغلبها كلها غلط ودي مشكلة كبيرة جدا معرفش هل ده ذهنيا هل هم بصص للكورة مش بصص للمان بتاعه لما تبقى كورة طولية مفروض واحد مع المان واحد نازل مغطي تحت ما بقاش فيه حد مغطي تحت دي خالص في الكورة الطولية على عطول كلهم وقفين على خط واحد فبالتالي المهاجم بيبقى يبقى 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 أسرع فتلاقي انفرادات فدي مشكلة في الدور المصر كله وموضوع التنظيم الدفاعي لأي فرقة مشكلة مدافعين؟ مش إمكانات مدافعين يعني إمكانات فردية للمدافعين موجودة مشكلة مدربين؟ هل بصه هو لازم كل فرقة يكون لها حصة تدريبية تخصصية سواء لخط الظهر أو لخط الوسط أو للمهاجمين طيب أديك مثال كالوس كروش الوينش ومحمد عبد المنهم تقلق وتقلق مش طبيعي معاه حتى أي مدافع ياسر بليم لما لعب تقلق محمود علاء لما لعب تقلق حجاز هو موجود كان متقلق حجاز طبعا متقلق لما الدول بقى لعبهم مع فرامي يعني وانش لعب مع الزمالك متراجع جدا لما لعب مع محمد عبد المنهم مع الأهلي متراجع جدا هل هو التراجع فردي ولا لقى علاقة بالتاكتك بتاع المدرب هنا كان بيعرف إزاي يحميهم وهنا ما بيعرفش يحميهم يصد بلعبين يعني طبعا لقى علاقة بالتاكتك وليقى علاقة بتركيز اللعيب واضح جدا اللعيبة دي مع المنتخب تركيزها 100% فبينفذ تعليمات المدرب 100% فبالتالي كان شكلهم كويس جدا في الأندية لأ وتركيزهم مش ما في المية واضح قوي وجايز يكون المدرب قايل له لكن هو واضح أن تركيزه في المكان دوت تعرفش هل هو باصص للكورة على طول خاصة الحد الكلم على أهل الزمالك أنه هو مكهوم الرئيسي بتاع منتخب مصر صحيح فهل هو باصص للكورة أو باصص أنه هو عايز يكسب على طول فمش مركز هو واقف فين وده بتبقى حالة تركيز للعيب فنيا وبدنيا زي ما قلت قبل كده فلا هي بتبقى طبعا طريقة مدرب في نفس الوقت تركيز اللعيب طول ما اللعيب مركز 100% هتلاقي في حالته يعني أنا عجبني جدا بقاله فترة كبيرة ياسر إبراهيم مع أنه كان بعيد ما كانش بيلعب في بداية الموسم إلا أنه لما رجع يلعب لا ياسر إبراهيم بيفرق دلوقتي في خط ظهر النادي الأهلي في تمركزاته تحس أنه هو قاعد بيتكلم اللعيبة كتير أنا شايف أن ياسر إبراهيم دلوقتي من أحسن مدافعين موجودة في الدورة دلوقتي من أحسن مدافعين ثبات المستوى دي شيء مهم جدا في كل اللعيبة في كل الخطوط ما تلاقيش حد يثبت المستوى لمطشين وفي لعيبة بتثبتش مستوها في مطش واحد ودي مشكلة كبيرة جدا إحنا بنعلمنا في مصر أن أنت بتلاقي سين من الناس السنة دي عمل ماتشات كويسة جدا خمس ماتشات وارا بعد مثلا كويسين جدا فتلاقي كل صحافة والسوشيال ميديا ده يروح الأهلي ده يروح الزمالك ده منتخب مصر لازم يضمه مع أن إحنا على أيامنا احنا كنت لازم تلعب سنتين كويس عشان يقولك ده الأهلي الزمالك بيفوضوا صح فجماعة ثبات المستوى هو ده الفرق من اللعيب الكويس واللعيب السوبر اللعيب السوبر ده المستوى ثابت لمدة موسمين يوم ما ينزل كيرفو شوية في الموسم بينزل ماتش ويطلع بعد كده يرجع لمكانه تاني صح فاللعيب السوبر أو ثبات المستوى ده مش موجود في الدور المصري في أغلب اللعيبة وعايز أقولك يمكن في كل اللعيبة في كل اللعيبة في كل اللعيبة اللي في مصر اللي في مصر كلهم سبات المستوى مش موجود طبعا إذا كده بتقوليني ما فيش لعيب سوبر في مصر ما انت تقولي اللعيب السوبر ده اللي يقعد موسمين طبعا ما فيش ولا لعيب سوبر في مصر أنا قاعد معك وهوات قولي اللعيب إحنا لعبنا دور دلوقتي في الدور المصر قولي لعيب مستوى ثابت طول الدور الأول هتفكر كتير صحب يبقى صحب يعني حتى محمد الشناوي بالنسبة كبيرة عنده ثبات بس برضو كان فيه بعض الأخطاء وبعكية جات له إصابة فبيعت شوية هو طبعا مؤثر معنادي الأهل لكن برضو يمكن لو أنت بما أنك ذكرت الشناوي فهو نقدر نقوله هو أكثر ثباتا صح أكثرهم ثباتا لكن هو مش الثابت اللي هو اللي حيب نتكلم عليه نحن نقول دور معينا أنا بقول لك المفروض تلعيب السوبر يبقى ثابت بوسم كامل حتى علي معلول اللي هو دايما كان ثابت المستوى مع النادي بقى له فترة الأمور بدنية أعتقد ولما رجع من الإصابة ما بقاش زي الأول بدنية ما كانش زي الأول وبعد الإصابة فنيا كمان وقفته في الملعب ودرجة تأثيره للفريق مش زي الأول فبرضو ما تقدرش تقول علي معلوم مستوى ثابت الفترة طيب شكرا